يالو الله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية عدنا بعد انقطاع كم انقطعنا إبرا عن لوفي والطاقم كم فصل تقريبا عشر وحوالي تسعة من تسعة وسبعين إلى ثمانية وثمانية يعني يقول عشر فصول ومع ذلك برضو ما شفناهم إلا في النهاية آخر يسلك لنا سنعود إلى الفصل الماضي سنعود إلى جزيرة المستقبل ما في سالفة بجود هذا المحرر ما يفهم ما يديرها ترى ما شاف العمل هو شاف العمل هو معنا هو ترى كمتابع يعني تأخذونه ما أخذ إبراهيم وبجود ما عنده سالفة نظرية حالو حالو طيب جماعة حياكم الله معايا إبرا شانكس أو إبراهيم واحد من المعتقين والفاهمين جدا في عالم وون بيس وما أقول الكلام ذات أرى يعني عشان أمدحه في وجهه هو عارف نفسه ما شاء الله تبارك الله مدير لكم وون بيس يعني حتى في تفاصيل كثيرة يعني أنا لما نزل نقاشات الفصل أروح أشوف نقاشاته بعدها ولاحظوا أنه قاعد يلاحظ شيئا مرة جميلة فحبث أنكم تشيكوا على قناة إبراه بتلاقوا صندوق الوصف بيعجبكم فعلا يعني ما شاء الله عليك ولكم يا إبرا الله يعزك وجود من بعدك ترماننا بشيء والله لا والله يعني أنا من الجيل الجديد الجيل الأسوأ أنت من جيل اللحية وراش ما اسمهم مخضرمين هم المخضرمين المدق دقين أنا جبتك اليوم إبرا والله لغرضين الغرض الأول لأنه أنا وعدتك أنه لازم نطلع فيديو في القناة عندي بما أني أنا طلعت عندك في القناة فلازم ترده وتطلع في قناتي وذاني حاجة هذا غريب يا صنجة في ساعة يعني بس كيذا سريع إيه أحلى من لا شيء فألا أنا قلت بكلم إن كان فاضي يصورنا لا فاضي نصورها يوم ثاني وثاني حاجة وثاني حاجة إبرا اللي هو فصل اليوم كذا يوم جيت بسوي له نقاش فكيت الفصل كذا وقلت حس أني لو سويت نقاش بيطلع فيديو مدة ثمان دقائق سبع دقائق ما حس أنه فيه شيئ كثيرة تقات تفسفس فيها زي الفصول الماضي وفيه بيتالات وفيه لحظات حاسمة فقلنا نضرب عصفرين بحجر والله أبرك من ساعة يبرم نور الله يعزك وجود هو شف خاصة فصول إمسمع والقروسي هذيك يعني دسمة ما عندك مشكلة تقعد ساعة في انطباع حرفيا دسمة دسمة جدا وتقدر تربط أشياء بالماضي الحاضر واو 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 معلومات وشرار وكل شيء يس يس طيب يا جماعة قبل ما نبدأ ونخش يعني في النقاط النقاش اللي احنا مجهزينها نو إبرا لايك للفيديو اللي أعجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين ونفعل جرسة انبياءات وتعالوا تابعونا الموقع التواصل اجتماعي دسكورد تويتش تويتر انستجرام كل شي يعني راح تلاقوه موجود في صندوق الوصف وكمان راح اضط لكم حسابات إبرا في صندوق الوصف وما يحتاج يوم مني نحط العلامة ديه حاطة فاحنا على وفاق من بدري ما هيك طيب خلينا نبدأ بنقاش الفصل الفتسعة وثمانين مايش رايك بسم الله وخلينا ناخدها حبة حبة أول حاجة قبل ما نخش على الفصل الغلاف حق الفصل صاح انه يعني طلب بس في ناس ترى تفزل قد فيه واجد وشو أنا حسب انه يقصد البقرة نامي لا هم قالوا ان لا والله صدق في البداية قال البقرة فهمت أنا قلت البقرة نامي قلت ابو جود المترجم قال الله انا قلت البقرة نامي كلهم يعني بقرتين جاهزين جنب بعض لا في ناس قالك انه البقرة دي مش بالضرورة تكون بقرة يعني انه نفهمها كبقرة ممكن انه ثور والثور مين الثور في عالم اودا حاليا يعني كده في النظريات ايوا ساتر يا سلام ايوا قل لك انه هذا ايش لا في احتمالية تعاون بينهم وبين لوفي من عارف ايش بس بوجود الحليب طيب شلون ما عليك اي تلميحات تلميحات ما يجي ما يجي لو جب لك ثور لو جب لك ثور مع نامي ما يصلح بس ثور حليب وموجود وهو يبغي لوف بها كده ويدور او الله انا جالسة حاول ادافع عن صاحب النظرية اللي اكتبها في الشات عني لأكثر شوف ممكن تفهمها من منظور ثاني ترى ان دام البقرة موجودة تستفيد منها يعني ودام نامي البقرة موجودة لا اقصد يعني اقصد النامي موجودة الان في الارك لتستفيد من فيقابانك تستفيد من قواه تأخذ تقوي نفسها ضقرة حلو صحيح لا صحيح صدك صحيح بوجود زيوس هي قوية لكن بالنهاية اذا ابتكلم عن الموضوع ذا معك بعد شوي لكن بالنهاية اذا بتواجه مثلا شخص بقوة ادمرال او شخص نائب ادمرال مثلا وش بيصير يعني ما معاها الزيوس والعصر ما معاها الزيوس والعصر ايش بتسويين يعني هذي هذي نعزز بالخوينة وممكن ساعتنا اللي يكون طيب حل افكر افكر من الغلاف ذا ما عندهم مسالفة طيب عموما نحن بنسجلها لك يعني ما تدري اش يسوي الزمن ما تدري يمكن فعلا يطلع فيه تعاون مستقبلا بين ساترن وبين لوفي ازل الله لانه لوفي دائما يأثر على الاشخاص من حوله سبحان الله كيد كيد ولا عندك شك ذا كلام عبرة لا لا اش دعوه انا صاحي انا لوفي ترى بوجود ترى ترى واقع تكلم جات لوفي عندي اعظم شخصية في عالم الانوي موه اعظم بطل موه اعظم بطل موه اعظم هو اعظم شخصية في تاريخ في تاريخ الاحيان يعيني يعيني تصريح قوي من زمان انا قول تصريح قوي انا اسمي برشانكس اصلا نقطة ضعف لوفي لوفي وروجر وشانكس النقاط ضعف ايه بس ما عندك مشكلة شانكس ولوفي يعني العلاقة بينهم طيب واصري ما بيزعجك شي كلهم حاملين القبع ترى ورثة القبع نعم نعم وراء حاملين الارادة انت الصالي نعم نعم ديليفري ديليفري يا السلام عليك طيب ابرا في اول الفصل في اول الفصل اخذنا لفة على الازرق الشرقي اخذنا لفة على الازرق الغربي الشمالي الجنوبي وكل الفكرة اللي كان قاعد يحاول يوصلها لنا وده من خلال هذه التنقلات انه جزيرة لولوشيا لم تم ازالتها يعني صار فيه زي الاثر كذا وصل لكل العالم اثر زلزال قوي او زلزال بسيط هزارضية مد جزر اي ان كان وهذا بياخذنا الموضوع مهم جدا بعد ما شفنا شكل لولوشيا بعد ما تم محوها تركت حفرة عميقة جدا وهذا الشيء خلانا بطبيعة الحالة توقع كل شخص شاف الحدث هذا رجع كذا في مخه من يسلوبي على طول مباشرة بالضبط فوريثي ايش تعليقك على الجزئية هذه والله هي غريبة الغريب ويني بوجود الغريب انه يعني ان اودى ذبها الشيء هذا كامل ورجعلك بالشيء بالأثر هذا على كل العالم انا فكرت افكار كثيرة يعني اذا بتفكر انت بالزلزال اولا واخيرا بتفكروا بفاكهة الزلزال اللي هي تيتش انا هذا الترجف بالي في بداية كذا يوم قال الزلزال الموزلزال جاف بالي قلت لا يكون تيتش تحرك كله سوى مصيبه انا قلت تيتش ايقظ رسمي يا لطيح بس تخيل معي وجود ان الفاكهة هذه اللي قال عنها السونجوكو اللي قال عن اللحة البيضاء وقتها وغالب انها من الفاكهة تدمير اكيد فيها الفاكهة الرجل القادر على تدمير العالم رجل القادر على تدمير العالم طبيعي ان الفاكهة لها اساس في نهاية اللحية مو بهدفها ذا الشي ومستحيل يسوي ذا الشي ومستحيل تيتش يسوي ذا الشي الا اذا خربت معه دار النبي يموت دار النبي يلقم بيخرب مم الدنيا بس الكلام اذا كان للفاكهة هذه ايقاظ وش بيكون ايقاظها بيكون ايقاظها دبل تدمير ولا بيكون ايقاظها يعني نفس اللي سوى اللحة البيضاء اظهر كم تقنية منها اللي كانت في يده هذه اللي تكوير الغريب هذا ممكن يضغط الهواء ثم من يطلقى نفسه ما يسوي كومة وفي ذاك اللي يشطب الواقع كده ايه نفسها اللي التشققات دي وفيه اللي تغير الموازين هذي اللي سببت سونامي اللي بليدين ايه مظلوط ايه ايه كل هذه ثلاث تقنيات ايه 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 تخيل يا بوجود انك انت اعطيت يعني اعطيت الخبز الخباز تهمت انت اعطيت تيتش فاكهة شيطان انت اعطيت شانكس ايه انت اعطيت شانكس سيف انت اعطيت زوره سيف تهمت بالمرتبة هذه حرفية مستحيل يفوت وليش اخترت بالذات فاكهة اللي حزب الزر وهل هو كانت منخط تهصن ولا ما كان مفكر انه بيموت ولا جت كده مع القدر ماشي تيتش لانه بيواجه لو في ما ادري بس اكيد تيتش لن يرضى بفاكهة ولا كان اكل فواكه الطاقة من اللي جايين الان ليش ما كان يبي يجي ديروس روزا وياخذ من دفلمينغو الفاكهات اس ويخليها ثلاث ليش ما فكر بفواكه غير لا هو انتقائي شيطان انتقائي ايه بس انت لو تفكر فيها يا وجود يعني حتى فاكهة الاولى جلس متخبي وزاب ومتكي لهم ومسوي خوي هو محاط عينه على فاكهة معين ايه كان ينتظرها الفاكهة الظلام كان ينتظرها ويقول ان القوة اختارتني وان علموهم تخيلي بوجود معي اصلا انك يعني انك بتقابل يعني شخص حامل فاكهة شيطان بتمسكه بالكروز تلغي الفاكهة وباليد الثانية باقوى فاكهة تدميرية يا لطيف تشطب وشطب ايه شف الفكرة انت بس مجرد ما تتخيل وانا بالنسبة لي وجود ترى الصدق يعني الواقع ان فاكهة تيتش المفروض انها اكبر من كذا اكبر من كذا ما اظن ان اودا اظهرها او تيتش اظهرها بالظور الحقيقي لان اقصدك فاكهة الظلام ايه فاكهة الظلام ايه ايه ما مستحيل انا ما اشوفنا ما اشوفنا ما اشوفنا بعيدا عن قوة تيتش اصلا الغامضة لنفس الشي اودا ما اظهرها كالعادة يختبي ترى ابدخل في موضوع تيتش وين ترى لا لا تيتش اصلا الشخصية غامضة جدا وكل ما يظهر ما يزيد وضوح يزيد غموض ايه الامور طيبة بيظهر بينجلد في بداية اول عشر رقائق كذا بعدين يخفيها لك اودا ويوريك من انتصر فاجأنا انتصر كيف ما انتصر خلاص ايه خلاص كذا حيلو طيب نرجع للجزئية سلفة ايه سلفة لينيسلوبي انا جاء والله في بالي انها لينيسلوبي على طول في بالي لينيسلوبي الشي اللي في بالي ان حكومة العالم الحين فيه الثلاثة اماكن اللي هي المارينفورد سجل الامبلداون انيسلوبي الثلاثة هذا وش رابط بينهم ما تذكر في رابط بين الثلاثة ذولي انيسلوبي والمارينفورد والامبلداون ايه ما اني فاهم مش تقصد برابط في شي يربط الثلاثة ذولي مع بعض وش التيار ذا المائي بعيدا عنه من حكومة ايه التيار المائي ثلاثة وش بين التيار المائي بوابة العدالة ما تمشي الين تفتح لك ما تطلع من الدوامة هذه ما في لازم تنفتح البوابة مزبت فمعناها كل الثلاثة اماكن رسمية كل الثلاثة اماكن رسمية المشكلة ان اودا يعني اظهر لك والله مين مشكلة هي بس انها اظهر لك في الفصل صفر اللي هي نسلوب وهي نفسها الين سلوبي الحالية اظهر العمالقة اذا ما خرد ظن لكن لو قلنا صدق احتمال ان القود فالي هي الين سلوبي اصلا بعد محوها ممحت اذا ما كان على الاساس اللي ان فيه اصلا اللي هي ان القود فالي ممحت ممحت صدقي يعني المقصد انها مو من سلاح من الاشخاص اللي كانوا فيها ولو كانت بسلاح انا شوف انها اكثر منطقية لا بس قال انها اختفت من الوجود لما كان يحكي هي اختفت في الواقع ايه قال اختفت خريطه وكواقع بس ما جابوها بالشكل الواضح هذا ما قصد انا عشان كذا اعطيتك الاحتمالين فهي قايمة والله سالفة الين سلوبي بالعكس والله هي قايمة ما قدرت يعني احاول اربط كذا بالكلمات بالاحرف بس غير انك لما تجي لو بنربط حاجة لو تفكر بالقاد فالي كانت مقر للتنين السماوية وعبيدهم او كانت يعني جزيرتهم ديرتهم فاذا دمرت لغرض ما لغرض اخفاء شيء او او اي ان كانت وما تم تدميرها بشكل كامل يعني لو تلاحظ الانيس لوبي تحسوا مصمم هندسيا كده في جسر وفي يعني يعني لما دمروها نفترض انها القاد فالي يعني على سبيل المثال دمروها بس قالوا ما بندمرها كامل لا بندمرها بالطريقة ما وبنستفيد منها بعدين يعني انت لو تلاحظ خريطة الانيس لوبي ترى غريبة ما هي ما هي عشوائية ابدا جزيرة في النص ويربط بينها جسرين حتى الجسرين اثر من جزيرة قديمة كل شيء مترابط كده في بعض يعني ما تحس انه جو يدمروها وفجأة طلع معاهم ذا الشكل لا تحس انه يدمروها بطريقة معينة عشان تظهر بذا الشكل فهذا يخلينا نقول انها ممكن مش هي القاد فالي بس القاد فالي ممكن دمرت بنفس الطريقة وممكن في مكان ما من العالم هذا بتلاقي حفرة بس عاد ما تدري وين فما ادري انا اكثر شيء لفت انتباهي بس انه لنيسلوبي تصميمها غريبين ما تحس انها دمرت بقدر ما انها اعيد تشكيل الجزيرة بطريقة ما عشان يصير فيها التجويف الماء اذاك فهمت كيف بتجوه في الماء يا بودود ما ادري بسلاح ما في لسلاح اللي جووفها ايه انا اقول لك ممكن تكون اللي نيسلوبي هي صدك شيء يعني من السلاح ولكن مو في القرن اللي لنا فيه قديم مرة لانه بوجود انت بيجي في بالك سلفة امسم يعني الناس اصلا دائما عندهم المشكلة هذه اللي اودا يحاول يحافظ على اوراقه والناس ينتقدونه بان الحفاظ على الاوراق هذه انك تخرب موازين القصة بمعنى انك توريني قارب ضد احد القراصنة ما تخلي قارب يطلع قوته في وقت الديرس روزا ليش موريتني التغريف الملكي فاودا يقول لك مو بوقت انا قاعد اكتب لك قصة عشان تستمتع عشان اتدرج لك عشان فهمت فاودا يقول خلاص انت خربت القصة انت ناقضت نفسك بعدين اودا في الفصول اللي ظهرت فيها امسمة بالنسبة لي رد على اسئلة كثير حتى اني وقتها قلت انها رد على كل مشكك منها واولها سالفت يعني الى الان اللي هي فيها لغة طبعت سالفت امسمة كيف ما استخدمت السلاح على وانو متى ظهر هذا الكلام ظهر في وقت بعد وانو على طول تدمرت لولوشيا وسابوا لقم ووقتها وانا نشوف تدمرت لولوشيا وسابوا لقم قالوا ليش المارين فورد ما سووها ليش ما سواها مع اللحي البيضاء ليش ماذا هذا هو الهبت هذا هو الحفاظ على الاوراق يا اودا تحتفظ بالاوراق الى ان تدمر ليش ما استخدمت على فاكهة لوفي فجاء الرد في الفصول اللي راحت بان السلاح او المصدر اللي شغل السلاح توى جايه ومصدر في الشهور السلاح السلاح طافي كان طافي السلاح طافي قال وجود بالضبط هذا الكلام هذا الكلام هذا اللي انا اقوله دائم اودا يحافظ على اوراق بحيث انه لا شيء مستقبلا لا فكرة لا فكرة قادمة تعوض اختفاء اوراق بالنسبة لي هذا اصلا تميز فيه اودا مرة لو كان البعض يحسب انه او يعتقد انه قلة في كتابة اودا ازيد وعيد على موضوع حتى قارب في اخر الفصول اخفى اودا جزء كبير من القتال لابد ان لها دور مستقبل لاننا انه شفنا انواع من الهاكي اول مرة نشوفها في حياتنا جالكسي امباكت ما لها دخل فيه اي فاكهة كنا نحسب ما تدري ليش اي فيه استخدامات غريبة للهاكي قاعدين نشوفها ايه ليش ليش انفجرة قارب واكوبي ليش الهاكي الملكي حق قارب طلع من تحت كأنه طلع من تحت البروك كانت من تحت على فوق في الجالكسي الامباكت الاولى انت كيف تسوي ضربة بالهاكي وتسوي الاثر العجيب هذا كله اوكي تغليف ملكي واي ان كان بس ما كتشوفنا حاجة زي كده هو فيه اطلاق فيه مثلا شو اسمها يماته في قتالها مع كايدو كانت تطلق ترى بعض السلاشات بالهراوة زي السلاش فممكن يكون بالقبضة يكون سلاش وممكن يكون التبرير سهل ولكن انه ده بس لا لا انا اتوقع اتوقع التبرير اذا فيه تبرير قبضاته قوية جدا هذا اللي بي اصلا اودة قاعد يقول لك الادم كان يلكم سفن يلكم سفن الناس تدرب على كاس ملاكمة على خشب هذا قاعد يلكم سفن قبضته قوية يقدر يطلق هاكي ملكي بطاقة معينة ومعاك هاكي تصلب يدمجها كلها بتطلع معاك الطاقة العجيبة هذي اللي والغالاكسي امباك توين كانت الضربات الثانية انا فاهم قصدك هي غير مستغربة من قار بس قصدي ليش اظهر القوة هذه المقصد ليش هو تحس انه عرفت لي تحس تقنية مع هاكي ملكي ما هو هاكي ملكي او اذا كان هاكي ملكي فهو نوع من انواع هاكي الملكي نفس ما سوى مع التسلق نفس ما سوى مع التنبؤ نفس ما سوى مع الملكي انت افهم من كلامك انه ممكن باقي بنكتشف قوة اضافية اشتخدامات اضافية للهاكي الملكي لازم يكون فيه تفرع لازم فيه تفرع في التغليف هذا جزء ممكن يكون تحت تفرع بعد يعني نفس هاكي التنبؤ شفنا هاكي كاتكوري اللي يرى المستقبل وهاكي لوفي الحالي واللي ظهر مع شانك هاكي الديبان شانكس وش ظهر بعد شانكس شاف شي بعيد جدا ابعد من كاتكوري ايه وش شاف وش شاف قصدك لما شاف لوفي وشاف مشهد كامل مع انه ما يشوف شي غريب من الهالة اصلا كان شي غريب لما فعل واطلق الطلقة على شقر من بعيد طبعا ايه طبعا هو هاكي يتنبؤ هاكي القناص ايه هاكي يتنبؤ بس من نوع مختلف هي نوع نفس النوع اللي اظهره اودن اللي هو الريو ونفس النوع اللي اظهره ريلي على ونفس التصلب العادي نفس التصلب الحناية وين الكمان لما كان يستشعر مسافات بعيدة ايه كان يسمع بالعدد كمان كان يسمع نفس البنت اللي كانت فيه ايه والبنت صغيرة ديك وكوبي والله كلام جميل كلام جميل مو غلط صراحا نكتشف قوة جديدة في عالم مش قوة جديدة يعني بس يعني اودة لما قال لك فيها اول شي قل لك فيه فواكه الشيطان بس هذا اول تقديم كده في القصة فيه فواكه الشيطان فيه سيافين هذه تقريبا القوة اللي نعرفها بعدين طلع لنا رجل سانجي وجلسنا نهبد فيها او على قل لانين جاي متخر وهبد هبد 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 بعدين كتشفنا لا والله في حاجة اسمها هاكي مش بالضرورة يكون عندك فاكهة علشان تصير قوي في عالم ود عاجة تقدر تطور الهاكي وبعدين طلع فيها كملكي وواوا فإذا باقي كمان شي بنكتشفه في عالم قوة ون بيس يقلعون ما صدمة هو أنا بس ألك سؤال الآن بسيط وشو التغليف الملكي التغليف الملكي يعني كأن كأنك يعني تحول القوة قوة الهاكي الملكي ذي إلى طاقة بطريقة ما في يدك أو في سلاحك أو أي أن كان وتضرب فيها نفس اللي قبل الملكي المتقدم هذا وش ظهر ظهر الريو 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 ما هو مسمى مختلف فقط للتصلب المقصد المقصد الريو قصدا بالمتقدم يعني نسمي الريو كده بس ولا الوانو يسمون حتى التصلب ريو كله يسموه ريو بس مقصدي أنا بالريو الريو القوي هذا اللي ظهر وش كلهم يتشابههم في شيء واحد كلهم مبدأ التدفع دفع الطاقة حاول حاول أنك تظهر الطاقة على قبضتك أو إلى ما لا نهاية اللي كان يسويه هيوغر ولكن شيء اللي أنا كنت بأسألك وتجاوبني الجواب هذا إلى الآن ما ظهر شيء رسمي من أودا وش التغليد بس إنه ما شرحه تستكشف في البداية في البداية ذكروا على شانكس هاكي مرعد يوم دخل اللحية و يوم دخل على اللحية هو يوم تصادم هو اللحية يوم دخل على اللحية هناك ذكر لهاكي لول مرة بعدين كانوا يذكرونه كثير وذكروا كاينه في الحرب والحرب كم مرة يذكروه وهاكي الملك الأسمى أو الملكي ذكر في الحرب لكن متجاكل الشرح ذاك على ريلي بعد تكلم على كل الثلاث أنواع ولوفي تذكر وش اللي صار له مع الثلاث أنواع هذول هل ريلي تكلم عن التغليف الملكي لا ممكن مستقبل أن نعرف أنه تكلم عنه تكلم مع لوفي لما عرف لفلاشباك كامل تكلم مع لوفي معقول نتكلم مع لوفي عنه لأنه لو تكلم مع لوفي عنه كان ما أحتاج لوفي الشرح ذاك في وانو ما أخذ شرح عن تغليف الملكي أي لو أخذ شرح كان أصلا دخل وانو هو قيد فاهم الدنيا يعني لوفي ما تعرف أصلا على الهاكي الملكي والتفاصيل تبعه إلا في وانو تقريبا أي بس ما عرف هو على الأقل التغليف الملكي استخدامه هو عرفها بنفسه هو اكتشفها قدام كاهده مساعده يقره لا هذا ما لا دخل بالملكي هذا في الريو الملكي المتقدم قالها لوفي بعد ما طاح بعد ما قام من طيحته هي بعد ضربة رقمك الأولى بعد ما زوروا ضرب كايدو وضربهم كايدو كلهم سفل فيهم كلهم كلهم طاحوا بعدها قام لوفي وتكلم قال فهمت وشي اللي سويته هنت هو قال لوفي فهمت الحين وشي اللي سويته أن تغمر أن تغمر الهاكي الملكي في هراوتك واللي سواء لوفي واللي سواء لوفي بالشجرة يوم دمرها من الداخل هذا ريو متقدم اللي هو هاكي التصلم متقدم مهو ملكي نهائيا إي نهائيا لا أنا كانت تلخمني الألوان ألوان ما عليك من الألوان ترى أودا ما أعطيه السيديو والراحة في بعض الأشياء يعني ما عليك بس السالفة الملكي الملكي لوفي ما استخدمه إلا على كايدو في الفصل ألف وعشرة إذا ما خبض في الفصل ألف وعشرة في الفصل ألف وعشرة متى تبين هذا ملكي يوم صار بين لوفي وكايدو مسافة يوم ضربها لوفي فقال لو لم يتلامسه رغم أنه كانت ضربة من رجل واحد طيب طيب التصلب المتقدم اللي شفت أنت في الشجرة اللي استخدم لوفي في الردروك أول ما رقه في الحلقة أول ما رقه لوفي استخدم ضرب وجهه ما في أي مسافة بينه بين وجهه بعدين كايدو المفروض يتدمر من الجو هذا فكرة هيوغور اللي كان يوصلها ولكن لوفي عرف الملكي من دون أي شخص إلا إذا كان ريلي ممكن ذكر أذكرك هاكي التنبؤ الأسطوري لأظهر كاتاكوري تذكر لوفي بعد ما شاف كاتاكوري قال ريلي قد ترى أناس يرون جزء من المستقبل جزء من المستقبل صح فممكن أن أظهر موضوع الهاكي الملكي مئة بالمئة ما أعلم على التغليف لأن مستوى آخر هو قال قال كايدو ومع وتتفتح زهرة الهاكي مع كثرة المصادمات أو مع كثرة القتالات يعني بس الموضوع ترى تشعب من سالفة إنسلوبي سالفة عادي طبيعي أنا تعوت على النظام فومبيس تجي تسولف قارب فجأة تلاقي نفسك عند نامي كيف ما تدري طيب وهي في سالفة إخفاء الأوراق هذا ما أقصدي حلو طيب الحين هل نقدر نعرف إحنا وين بالضبط في هذه اللحظة في التايم لاين تبع تبع أقصد في الفصل 1989 هل نقدر نعرف إحنا وين موجودين بالضبط الحين لأنه لما تجي تشوف نهاية الفصل الطاقة مواقفين ومربطين الزفتة يورك 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 أيوة مربطينها و شي اسمه ذاك لوتشي معاهم طبعا شي اسمه هذه روبين ما هي موجودة والثاني ذاك كاكو مدري كاكو يسموه أي كاكو برضو ما هو موجود طب إحنا عارفين إنه المشهد ذا لا ما هو كذا فيه شي قبله صار عندك زورو قاعد يتضارب مع السيرفم اللي شبه اللي شبه ميهوك عندك لوفي قاعد يتضارب مع التبن فيه أشياء كثيرة وصلتنا لهنا بس إحنا وين الحين موجودين في ذي لحظة بالضبط أنه في الوقت الحاضر باقي بنرجع باقي بنرجع معناته على كيه لا احتمال ما ترجع تذكر خلاص كلا فجأة مسكناها وانتهى توني قايل لك توني قايل لك توني قايل لك توني قايل لك توني قاعد أقول لك إياه أنا هذا أخفاء أوراق أخفاء لك ورقة ميهوك السيرفيم والسيرفيم كلهم ماورك كيف نهزمه لو تركز على لو تركز على لوفي وزورو كلهم مجروحين وكلهم متضررين ترى ارجع لزورو ولوفي متمشخ لوفي وزورو حاط لزاق جروح على خده اصلا بشكل عام اللي مروا فيه لوفي وزورو كلهم كلهم من يوم بداية المعركة من يوم بداية الفوضى في الإيقهيد ما هو أمر هين ما هو لعب في حسبتهم بس ما تدري اشي اللي صاير فعلا هو هنا المقصد الطمرة هذه لسبب عند أودا تخيل مثلا يا بوجوت أن السيرافيم هذا سيلعب دورا مهما في حدث قوي لعلاقة بالحكومة مثلا ولا بالفروسان المقدسين هل ممكن يوريك فقدت السيطرة على السيرافيم مع أنها ذكرت قالت لا تحت سيطرة طب وينهم اللزخو شوف لوفي شوف لوفي مجروح أكيد ممظاهر لك أودا وشلون إذا لا يعني ما هو شي تقدر تتصور وفاهم علي يعني زورو قدر يهزم سيرافيم ميهوك أي عادي شو المشكلة بالرغم من أنه زورو قال قال أنه أكثر إنسانية من ميهوك هذا بصد السيرافيم حليلا هذا بالنسبة بالنسبة الميهوك الحقيقي أكثر إنسانية من ميهوك أيهوك هو المقصد أكثر شي غريب هو المقصد وجود كينغ وش كانت المعظلة بالنسبة لنا النار ايش اختفي نار بس يعرف نقطة الضعف وانتهى بس هم عرفوا هم عرفوا زورو قال لهم قال نقطة الضعف هي لوفي كذا إذا طفت النار هجم ايه كلنا عارفين يا رجال بدون نار وبدون معنا أودة ترى ما تتكلم عن الموضوع أنا احترية هل بالنار يعني لو كانت مولعة طول الطريق السرافيم خلاص مو بهازمة كايدو مو بهازمة لوفي يا رجل تفكر بس في سلفة الجوي بوي طورنيكا بياخذ أم السرافيم بيقلبك كذا بيحوله مطاط من جد خلاص إيقاظ بس أودة ما خلاه يوقظ قدامنا ترى عند السرافيم بس لوتشي قدام لوتشي بس أيقظ وسبحي علشان يوري لوتشي ذال الأزعج أمنا يا ورع وفي الأخير شفت كيف مسدح هو كاكل اثنين مسدحين ولوفي وزوره متكين الحين ترى مسوي أخوي هو وراء يبتسم ومالله أنا شايف الصورة يا أخي المشكلة لوتشي يعرفه كلب عبد 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 يعني مستحيل ينصاع السبب الوحيد اللي خلاه يتعاون مع لوفي في الإيقهد هو أنه يفكر بمصلحته كيف ننجو وبعدين نتفاهم أنه أنت يا لوفي بس ما أدري شكله هنا في الصورة كانه معنا خلاص ولدنا أنا قاعد أشوف الصورة ذا أنت في هكا الفريم عندك نشوف تكي والحمامة على كتفه وما في أي أثر تصفيق عليه يعني كانه انتهى الموضوع من فترة طويلة موجود شنطته الشلة موجودين والله إنه شي غريب صراع الفريم ماذا يلحس الموخ أنا كان ودي بس نحاول نطلع بتصور كذا كم في شغلة تسكبت الحين قبل الفريم بنت كومة صح بنت كومة وإش صار معها ومع غرفة الذكريات بلا 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 فيقابانك إيش كان وضع بروك بلا قهد مع مين كان واقف وين كان وضع بالضبط كانوا مقسمين للطاقة مثل الثلاثة كانوا كالعادة متناثري إي كل واحد أنا أقصد أهم ثلاثة حداث زورو ميهوك لوفي وش اسمه ذاك لوفي لا وجمبي الظاهر لا جمبي ما إيو بس من اللي كان قدام لوفي لوفي مع كومة أظن لا لوفي مع كومة لوفي مع كومة لوفي مع كومة لا مين بوهوك لا بوهانكوك كانت قدام سانجي ولا قدام نامي بوهانكوك جات وجمدت سب وفرانك كيف انفك شايف يا ولد في حوسة في أشياء كثيرة أنا عشان كذا الفريم ذاس توقفني بطريقة قلت هاي دقيقة في قبل في أشياء كثيرة يعني غير أنه أودا حرق علينا يعني الشباب كلهم بخير عارف بس برضي خليك تسأل إيش اللي صار مع أنه أخفالنا روبين وكاكو ما يدري أنا حاولت أطالع بالفريم قلت يمكننا من دسة هنا من طفسة ما لها وجود روبين وكاكو ما لهم وجود أي أن كان شيء غريب صراحة ما راح نقدر نطلع بتصور ولكن نتمنى أنه ما نطلع لنا بمطمطة ما لها لزمة من دل حد طيب فيه فيه الأهم الأهم تيب الفصل وركز معي قاعد طالع بالفريم لا أحاول أجيبها بيحاول أجيبها عشان أشوف لا بس بيشوف اللي واجه ذا بتقول واجه بتعرف القتالات اللي كانت موجودة في الإقهد ايه انت شككتني ترى لا مو شككتك أنا ماني فاكر أصلا باك تذكرني لا تكر جميل لا لأني قلت لك كوما قلت لها جمبي ما مدري شنون ما أنا قادر أفتكر ورلا ما أنا قادر أفتكر إيش بك أنا قرأت عشرين مدري ثلاثين فصل يا رجل في يومين سلامي كوما كوما مثل ما قلت كوما صح كوما وميهوك اللي كان يواجهوني بعدين انسح بميهوك يا سلامو بقي لوتشي ولوفي على على شاسمو جمبي يا شاسمو كوما حلو ما أما لو وجود أما لو السرافيم قتل كاكو كذا بيصير أفخم سرافيم خلاص والله حلال فيه صراحة والله أفضل يستعرض عليه أفضل أفضل يغريني قوته أو بالمعنى أنا لو قتلت لي لوتشي وكاكو ترى ما عندي مشكلة حديقة أنا أقول لك يا لأنك بشخص أنت ماهو أغاصر منه لو لوتشي بالفعل انضم انضم مش للطاقم يعني بس غير فكره قدر يغير نظرة العبد اللي عنده والكلب حق التنين السماوية بطريقة ما وصار ضدهم هنا معنات أنه فيه فيه بطريقة ما مهما كان راسك يابس فيه معلومة معينة لو عرفتها عن الكلاب والتنين السماوية والقرن المفقود راح تنقلب عليهم لا محالة مهمت هو شوف لوتشي ترى يعني احمار ما احترامي له هو لا من ناحية عقل يعني ترى لك عليه ترى شخصا واجد إذا شخصا ننعم ومش بس شخصا مع لوفي كمان حط لي عقله بعقل لوفي ترى شخصا من ذيك اليوم راقي ما تخطى راقي ما تخطى أنا أقول لك ولا تنسى الوشم اللي على ظهر ذكرني من 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 فلاش باكه يوم كان داخل على السفينة دي كان فيه وشم على ظهرك مو بوشم هذا بالكوي بالكوي هذا كلب مختمين عليه كوي يا وجود مو بوشم يا رجل عرفت إذا تحول على نمر شعر النمر ممو جود معطوبة الولد محروق الخلايا هناك ما تتحول حارق أمها يا رطيف طيب شفنا اليوم شفنا اليوم يعني جزء كبير من القلق على قرب ما توقع يعني أنه بس هي واضحة بس يعني نأخذ كده لفة سريعة العالم يعني وعلى أقل الأزرق الشرقي الجزيرة اللي هي شي اسمها فوشيا فوشا جزيرة فوشا قلقانين على قار ويش صار عليه بس أنت عرف قرية فوشا ما هي ذيك القرية اللي كان فيها لو فيه وتقابل فيه ايه فقال لك لا يا بو هو ما قلق قال لك هو اختفى أو أنه يعني مفقود هنا أودا وصخ ترى يعني جابها بلسان الفانس لعنا جابها بلسان الفانس كأن الفانس هم اللي يقولون هذا اللي يقلنا هذا اللي يقلنا لا 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 مفقود نحن نفس الكامير نسبوع الماضي نقول يا أرده مفقود 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 ومستحيل أصلا أودا يقتلوا بذيط طريقة إيه إلا إذا أظهر عاد تكملة عندك تعقيب على ذي الجزرية ولا نروح اللي بعد أنا بالنسبة لي حسنا واضح أنا بالنسبة لي أشوف أنها ما مات ولكن حتى لو ما حتى لو مات أنا أشوف أنها متعظيم أنا أختلف معك أكثر مرهين أنا أشوف أنها ما قصر سوى اللي عليه أكثر المشكلة عند البعض بس على سالفة أني أبي القفلة اللي هي النهاية الختام آخر اللحظة من شخصية قارب أبيها بطولية نحن نتكلم عن مسيرة هي بطولية نتكلم مثلا أبيها مرة شامخ ومدري إيش في بعض الناس يبون مثلا اللحة البيضاء اللحة البيضاء بالنسبة لي بالنسبة لي اللحة البيضاء أودا حط لها تحدي أفضل قفلة في عالم الأنيمي وفي العالم في الأعمال كلها مستحيل أحد يفكر باللي سواها أودا بالمشهد الأخير لو ترجع في المانقة كلام الراوي طعن 700 مليون مدري كم قال وطلق عليه مدري كم طلق وووووو رغم ذلك إلا أنه بقى شامخ رغم أنه مات إلا أن جسده لم يسقطوا في نهاية كلامه قال وخلف ظهره الفخور يعني ما قد نحاج يا وش تبي مع ليش مو منطق أصن المقارنة مع اللح البيضاء رغم أن يحب قارب ولا بالعكس اسمع أنا أقول بعض الناس أنا أقول بعض الناس لا لا بالعكس أنا فاهمك فاهمك أنا أفاهم الكلام اللي تقصده بس لما تتكلم عن قارب يا أخي أنت تتكلم عن قامة أنت تتكلم عن عن وزن أنت تتكلم عن شيء كبير داخل القصة ما تتكلم عن شخصية عشوائية أنت تتكلم عن واحد في نفس مرتبة روجر اللحية العيال القدماء أنت تتكلم عن شخص قاتل في في القاد فالي أنت تتكلم عن شخص يا رجل عنده هاكي تصلب هاكي ملكي من أرواح ما يكون أنت تتكلم عن شخص قاعد يخدم حكومة العالم ومع ذلك يكرههم وتحس أنه قاعد ينظفها من الداخل وقاعد يحاول يغير التفكير بطريقة كذا من تحت لتحت وقاعد يحط ورثاء خلفاء له من بعده أنا ما عندي مشكلة أنه يموت بذيط طريقة راح أقدر أبررها لو تبغانا نبررها بنبررها هو سوى لا ما أنا بتبرير تبرير معناها أنك أنت منتبراضي بس بتحاول ترقع لا لا بتتبرر لا عاجي عاجي كيف موت الشخصية دي كان بتجي تفكر فيها أنت لما ترجع بأحداث الفصل وأحداث المعركة اللي صارت في جزيرة خلية النحلة وجزيرة القراصنة ترى ما قصر مرة وفي الواقع ترى ما قصر مرة يعني غير كذا ترك وراء ثلاثة سيبك من الاثنين كوبي بس يعني هو أصلا ما حط ثقته في كوبي إلا أنه عارف أنه خلاص الأدم يبيشيل الليل هو عارف أنه واثق فيه وعارف أنه فيه واحد خليفة من بعده مثل بداية الفصل سالفة العجوز سالفتي المعضلة الأخلاقية لو كان فيه عجوز الطفل وإي أن كان ربطة كان نحلو جميل صراحة بس لما تيجي تقارنها ب قارب لا لا قارب والله ما يشتحق هذا النهاية طيب بس ألك سؤال ميت وحولق راسنا ومغروس في صدرها رمح جليدي لا والله ما والله مين النهاية والله طيب بس ألك سؤالي بوجود وش الشخصية اللي في العمل واجه اللي واجهوهم قارب اللي واجههم قارب وش الشخصية اللي فيهم بيس كله واجهت مثل ما واجه قارب طاقم اللي حيسود عن كم كانوا القراصنة عددهم ذكر بعيدا عن عددهم بس المعلومة اللي وصلتنا أنهم زين النحل ما يخلصون اي 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 ما يخلصون بس أنا أتكلم عن الأساسيين يعني أنا بيتكلم عن الأساسيين شيري أو كيدي ومن معه من القراصنة القادة يعني أنت قصدك هل في شخصية وضعت في نفس الموقف اللي وضع فيه هكارب اي من الشخصيات من قوة الشخصيات لقدامه ما أعتقد أنها قيد صارت وإن صارت يصير معاه يعني دعم كويس يا سلام يعني اللحية البيضاء لما صارت له كان عنده طاقم وعنده حلفاءه أشكرك أنا فصلت في بثي ذاك اليوم يعني واحد يقول رأح اللحية البيضاء يا أخي اللحية البيضاء أبقلك شيء بوجود أنت بتذكر إلا لا تخيل معي بوجود للأسف يعني هذا شيء واقعي رغم أنه ما يعجبني ترى أكاينو ما واجه اللحية البيضاء واجهها مرتين وهي فتحتين ترى حقيقة في المانغا وفي الأنيمي واجه اللحية مرتين أو ثلاث مرتين المهم على عدد بسيط وفي كل مواجه اللحية البيضاء يجرح فيه جرح قاتل انهزم في خمس دقايق أندومي ما ليش يغل بس أنه هو في النهاية ما كان يواجه أدميرال 1v1 ما واجه أدميرال 1v1 كانوا يقولون اللحية البيضاء واجه ثلاث أدميرالات ثلاث أدميرالات على توزع وليه مواجهة مواجهة أوكيجي مواجهة وقف جوزو ونزل من أوكيجي دم جوزو جاء ووقف أوكيجي من لحية البيضاء نفس الشيء على كيزارو وقف ماركو في بداية المعركة ميهوك بسلاش وقف جوزو بعدها ماركو ما فيه أي مقارنة أصلاً أصلاً قار من بداية المعركة لو كان الحالة لو كان الحالة نزل وراح وكسر أم الجزيرة دي ونزل على الثاني ذاك فاسكوششت اللي خلاه ما كان يطلع من المكان اللي هو فيه الدائرة هذه عشان يحمل لي وراه مزبوط موقف موقف ما يحسد عليها أي خاصين منها هذه بالنسبة لي ما فيه أي شخصية في العمل واجهت مثل اللي واجههم قار يعني فيه بعض الناس يقولون لي الأغمات الأغمات إذا شانكس ما أسقطهم بالملكة أنا ما فهم رغم أنهم قويين قسم بالله لا يا خيش لا لا ما توصل عند الأغمات أشياء أغمات في الناياة يعني هم أوكي أقويا يعني بس ما نقدر نقارنهم بالفطاح لذولي عموما عموما أنا قلت لك بس معليش معليش بس أو كيجي وشيريو أو كيجي وشيريو بس الثنين ذولي ما أحد واجه مثل الثنين ذولي في القصة كاملة يعني أنت تتكلم عن شيريو اللي تتكلموا عنه في كل الترجمات تخيل دخلت على أربع ترجمات الخمسة ترجمات في الإنجليزي ترجمة فز وترجمة اليابانية في كل ترجمة زين اللي يقول مساوي لمجلا أو أقوى من مجلا أو مدري ما أحد قال أقوى من مجلا بس قالوا مساوي من مجلا أو قريب من قوة مجلا أو كان رئيس على مجلا المهم كل الترجمات كانت توحي بأن شيريو رغم ما عنده فاكهة كان بقوة مجل أو قريب جدا من مجلا أنا عارف مجلا أهمي فكرة أنه كان مسجون في الامبل داون في آخر لفل هذه تقفل الليلة والله العظيم مع أوكيجي اللي واجه كاينو اللي ترى مو بس كمان يعني أكثر أوكيجي وشيريو ذاك فاستوس فاسكوتشوت أيوة والثاني ذاك اللي ماكل في فاكهة الجزيرة هو محطوط في وضع سيء جدا أنا معاك بس نقصد أنه نهاية حدث زي كده ماهي ماهي القارب هو مافي قفلة ترى هي مافي قفلة بس ايه مافي قفلة هي مافي قفلة حتى ترى كايدو كايدو تعتبر قفلة ترى مفتوحة على خير يعني قارب كايدو كلاهم حس باقي في لهم مرجع بس متى الله أعلم ايه خلاص عموان وضع قارب إلى الآن كل اللي نعرف أنه مفقود وهذي مثل ما قال إبراء أو دا كاتبها بالترجمة في حوارات البشر كأننا نحن جالسين نسؤله سالفة أخاك الكبير الله أكبر علي والله إني بلمت كده أخاك الكبير أوكي شي اسم هذيك اللي شاء للطفل ايه قالت قالت للولد الصغير أخاك لوفي من يعرف إيش أحا أنت ما تدري أن الولد الصغير إذا سوالنا مشاكل قبل خمس سنين بدل ست سنين هو أول ظهور له في فلاشباك لوفي في متى ظهر يعني ظهر في كده في ردة فعل على سابو أو أو على مكافأة لوفي إنها نفس نفس اللحظات هذه اللي يرجعون فيها للقرية بس أذكرك بشي قبل ست سنوات أو سبع سنوات المهم أنه قبل فتاة طويلة ظهر الطفل هذا في غلاف وبعدين ظهر فنين تخيل معي بوجود أنه يعني الكل أجمع كل اللون بيسين في الوقت هذاك أن هذا يعني أحد اللي لونوها تخيل اللون الصفحة كان لون البزر شعرها أحمر يعني صلاة لك أن ولد أن ولد هذه هو ولد شانكس أصبح وشانكس زوجها طيب اللي لأن كانت فيه بعض التلميحات زيادة على أن شانكس دائما يجي البار أه تردد على البارة قاعد يحرك في السالف هذا وأقول لك يا رجل إيش التلاوين عرفت اللي يعطيك أحمر غامق علشان أمه خضره وفامت وأبوه أحمر مزيج اللونين واللي يفتح شوي في نهاية جاءت في الأنمي شعرها أخضر قال أودو والله ما تمشون هي إلى الآن قائمة سالفت لنا ولد شانكس وسالفت لنا أخاك الكبير أنا بالنسبة لي هي صفعة بارية كلا احترام هي مرتبة احترام ويزيدك مشاعر بيت في الفصل هذا بعد يمكن يصير فيه شي مرتبة احترام سالفت كيزارو وسنتمارو إذا كان سنتمارو يوم كان بزر وكان كيزارو قدامه كان رافع فرحان واصبع رافع اصبع ما تشكت سوي يفجر أم لا قاعد يطلق ليه زي أشعاع عرفت اللي احتفلات لا بس هذي كانوا يتكلموا عن إنه لا بس أتكلم إذا كان سنتمارو بالصغر هذا عندك يزارو طبيعي يسميه عمي من باب الاحترام نفس سالفة أخاك الكبير أشوف أنها احترام لا غير هل ممكن تكون الترجمة مير رسمية ممكن نطلع كلمة مختلفة مستقبلا والله ممكن هو سالفة يعني إدراقه مفاضي يروح للبحرية فاضي يجي الله يشغل أنا ديلي طيب مفاضي لو نده الأول يروح يجيبه للذان أنا قد حكيت لك عن أحلامي صح؟ حلم زورو ومع كوينة هذا السقف خلاص والله عاجب لي وجود حكيت لإبراهيم العامر قال لعاة تحلم مرة ثانية فال الله ولا فالك لا بس قبل كم يوم قلت ماجد ولا إبراهيم ماجد إبراهيم ماجد أه ماجد أبو إبراهيم أبو إبراهيم أنا خربطوني لما أقول لأبو إبراهيم وماجد ماجد العامر القبل كم يوم اللي ما يعرفوني شا السالفة زمان حلمت حلم انه زوره قتل كوينة هو اللي دفها من الدرج بس مو هو كذا تلبس عليه شيطان وخلاه يش يدفها ويقتلها علشانها كانت بتنافسه على لقب افضل سياف لا تقولي جد تكمل الحلم تكفي وجود لا 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 متكمل الحلم بما اننا سولفنا انا حطيتها هنا في النقاط بعد سالفة اخاك الكبير علشان بس بحكي لك قصة صارت لي يا اخي تعرف مرحلة النوم انت نايم يعني مستعد للنوم بس منت نايم منت صاحي بينها عارف تجيك كده فيه تيار افكار غريب يمر كده من داخل دماغك تلاقيك قاعد تربط اشياء غريبة في بعض قاعد تسولف عن سوق الطماطم مع واحد من اخيات كان يشرب قهوة فيه كده تيار غريب يصير بالافكار في لحظة ما بين النوم واليقضة هذه في ذي اللحظة حتى صعيت من النوم كتبتها في الملاحظات عساس لانزاه عارف اذا قلت من النوم تحس هذا علم ذا ولا كنت في نايم الافكار تطير بعد هذا فاقلت بسيدة حلمت ان لوفي ام زوجة اودن دقيقة لوفي ام لا اصبر لا لا اقلق اعيد الاكسياغة انا قاعد اقول طريقة غلط زوجة اودن توكي حلو يا سلام اخذت لوفي من الماضي قبل ثمانمائة سنة وسفرته ايوه وطريقة ما لقي قارب او دراجون اوي ان كان وتبنوه وقالوا انت ولدنا انا ذا المرة اقولك لا عتحلم صدق انا ذا المرة دوري ذا المرة دوري اقولك لا عتحلم بالله افكر بيها بالله افكر بيها اسمع بوجودة لوفي لوفي جاء من زمن غير زمانه لا معليش وبجودة بقولك كلام لوفي تم ارساله الى المستقبل علشان ياخذ فاكهة نيكا لوفي قاعد قواروجر قرأ في لافتيل انه في طفل تم ارساله من المستقبل بلا 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 ولازم تبحثون عنه وتعطوه الفاكهة دي والله حلوة طيب بيش مش صح مش غلط بس بالله ما يحلو لا مي بحلو ليش مو بحلوة وبجود انا ما اقولك مي بحلوة لانها كده بس لا بجيب لك شي ناقضة في القصة ايه قل لي ملوك البحر قالوا سيولد ملكنا بعد 15 الان وسيولد ملك في مكان اخر وفي بحر اخر طيب طيب قتلت ام الحلم حق انت فقعتها راسمي مش بالضرورة مش بالضرورة الولادة ولادة انه يأكل الفاكهة والله ترى لوفي يعني صامل يعني لوفي بأكله لفاكهة نيكا هو ولد من جديد شف صار عنده حياة مختلفة صار عنده شخصية اضافية داخله شف لوفي مات لوفي مات ورجع الجوي بوي ما لا داخل ما لا داخل ما لا داخل ما لا داخل لوفي مات لا لا يعني لوفي لما مات هو مات في الواقع ولد من جديد بس ولد من جديد ولكن كان فيه صفات زيادة ملوك البحر حدده وقت ولادة ما فيه ما بطبطبها تليس هلية بس شف فيه في واحد ممكن تهرب فيه انت طرى ما ماضي لوفي ما طلع قبل اي اس و سا اي 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 انا ما طلع اي اي اكل اللي نحرفه لوفي من يوم كان يشيله قابل اي بس و يذبه ما في كل طب ايش رأيك في الحل انا قلت لك يعني ما لعد تحلم انت بجود انا سمي توكي في هومبي سسميها شماعة صراح هي شماعة اوعدك يا عبرة اوعدك ان توكي هذي سيكون لها اهمية بمثل اهمية ليلي و ايمو وتذكر كلامي طب بوجود هل انت جبد الكلام من راسك الحين هل انت اخترعته مش اخترعته انا قاعد اشوف وجودها و اثرها في القصة بنت جالسة تسافر من خلال الزمن من قبل ثمانمية سنة ايه كنا جالسة ايش قاعد تسوي الثمانمية سنة ذي سفرياتها معقولة قفزت من ثمانمية الين عند اودن مباشرة ولا كان في قبلها قفزات لا هي قالت اصلا في كنا ما تدري ايش قالت هي قالت في قبلها قفزات يعني كانت تقفز من كل قاعدت تتقفز من زمن لزمن على سنة توصل لشي معين لانا يوم حاصروها القراءة سنة قالت سوح قنسان تقل مرة اخرى و زي كده يعني واضح ان وصلت المكان غلط بس يعني انا ما اقول انك الحين انت جايب شي غريب شي اي متابع لومبيس اي هي واضحة لكن مقصدي بالشماعة ان اي نظرية يعلقون فيها توكي هو المقصد يعني تخيل معي بوجود ان في واحد جاني داكني في الشات يقول توكي هي ليلي وشلون تبي انت كيف تبيها يمكن عشان الشعر الازق الاخضر ذاني اللي ما ادري لا والله ما في اي شبه لا شعر ولا وجه ولا ولا هالة ولا اي شي عارف عارف ملابسها ملابس وانو ملابس وانو ليش اودا جابها بسيف ليش طب تقدم المحروض ما يحتاجون لسيف لا 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 بعيد عن ليلي انا ما اقولك انها هي ليلي انا ولا اتفق من اللي قال انها ليلي انا اقولك واحد جاني في الشات داكني في الام قال انها انا مقصدي انها مقصدي انها شماعة مم معنى ان ما لها دور اكيد دورها مهم اصلا 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 اودن كان كل شيء بتحطها على توكي لا مش بالضرورة أنا حطيت أهميتها أنا أقول عام يعني بشكل عام ما أتوقع أنه في أحد قاعد معطيها وجهة أصلا نحس أن الناس مهملين توكي في وقت نزول الفصل 700 ألف نظرية على توكي تشوف نظرية تستغرب تقول وشي بي ذا الحين هذه أخت يمسمة اللي فصلت من بطنها فهمت فشوف بطن يمسمة من هنا نسبة والله شفت شيئا تضحك تستغرب وشلون هذا يفكر كذا ربط عجيب ما لدخل نفس النعال ما لدخل بس مقصدي أن أودن ترى قال توكي أنت تنتظرينه أيضا انتقي لي إلى 15 عام مرتين أخرى و25 وقتها ما أدري كم قبل موتو روجر إذا ما أحظني أو بعد موتو روجر المهم في فلاشباك أودن قال لها انتقي لي مرة أخرى علشان تقابلين الجوي بوي وكان ما قالها بصريحة العبارة ما قال الجوي بوي ولكن كلنا فهمين أن الجوي بوي فطبيعي 800 سنة هي جاية أكيد عارفة عن الشيء الجاي وأكيد لها دور وممكن مثل ما قال بعض أنها صماماتت بس غالباً ما ماتت بشكل كبير ما ماتت ممكن انتقلت بالزمن ممكن نشوفها لاحقاً في مستقبل مش شرط مستقبل بعيد يعني ممكن تكون قفزت شيء بسيط بس على ستستغلق ليلة الأهم من ذا ملاحظة بس ترى تعرف المفروض المفترض يعني هذا شيء من راسي الحين جا في راسي وانا يكتب السؤول معك أنها تعرف متى سقوطك هيدا لأنه في النبوة اللي قالتها ستأتي التسع ضيلال وفراصي بلا 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 ومثل نبوة أودن كلامها كلامها هذا إيش يوريك إيش يقول لك كلامها من أول ظهور وهي غامضة خلاص إيو بس كلامها يدعم فرضية أنه كل شيء في عالم ونبيس أو على أقل الأحداث الرئيسية قد تصير بطريقة نبوة كذا أو على أقل بطريقة طلاسم يعني مش طلاسم اللي هي رمزيات بيظهر كذا بيظهر كذا تسع ضلال أو أي إن كان بلا 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 غير كذا توكي لما شافت وانو والمصانع بعد ما رجعت هي أو أودن ليش قاتلهم خلوه يروح علشان يشوف الحقيقة أو علشان يعني هو هذي شف هذي صدق يعارف أنه ذا الشخص لازم لا مو الحين مو الحين يرجع وانو لا يرجع وانو بعدين الحين لازم يروح مكان ثاني كأنها عارفة أنه فيه تسلسل معين لازم يصير فيه كذا فيه خلطة معينة في الزمن لازم تصير وهي ومين بيكون أخبر من الزمن فيها فاكهتها فاكهة الزمن وما ندرش وما ندرش تقدمات فاكهة الزمن ممكن أنها تقدر تشوف من غير ما تسافر هو بس ملاحظة ترى يعني نبوءة توكي تختلف عن نبوءة أودن اللي لقاها في لا لا أنا أقصد أن هي قاعدة تحاول تحقق دورها فاهم فأنا أداني أنك فاهم بس أقصد ملاحظة عشان ما يجي الواحد يفكر بشي ثاني المقصد الشي الثاني لا إله لله واش كنت أقول أي ذكرتها ذكرتها وهذا يرجعنا أن سالفة تدريب لوفي والطاقم سنتين ما كانت عبا نعم كانت لشي مدروس وكأنه ما أدري إذا هو منؤود يعني مدروس ككتابة بس المقصد تتمرس سنتين عشان اللحية يكون بعدها سنتين يتجهز فيها العالم الجديد إيش اللي بيخلي إيش اللي بيخلي ريلي يدرب لوفي ليش لوفي وليش ريلي يوم قال لوفي أعطاه خيار قال تمين أدربك سنتين أو تبي أسوي كذا أظن أعطاه خيارين وثلاث خيارات كان في الأمازون الليلي في الأمازون الليلي بعد ما تعالج قالت تبي كذا تبي كذا ثم هذه ظهرها أودا لنا في البداية بعدين قال عندي الخيار الثالث ثم أخفاء أودا أعطانا يا بعدين اللي هو تدريب السنتين بدل الثلاثة فهو موضوع السنتين وموضوع جيد لوفي بالسنة هذه وصوله للعالم الجديد ودخوله هل ريلي كان يعلم أن فتى النبوء بيجي بعد سنتين من الحين يقول غريبة جانية الحين فهمت فأسأله عن موضوع التدريب فوافق بعد الموقف اللي صار تخير ردت في الريلي في الوقت هذا كان بيضحك بيقول الشيء اللي سمعته قاعد يصير ايه قاعد يصير بالضبط ولو أنها ميب كاملة الحقيقة اللي شافوههم بس أكيد الأشياء هذه الواضحة بتكون مسجلة ما أدري ما تفكرت بالفكرة هذه أنا بس أتوقع أنه قيدا قالت أو أنه أهه والله مدري في واحد قال أنه ضحكة روجر وضحكة الطاقم والدنيا ذيك في لافتيل أنهم قابلوا الجوي بوي أنا ذاك أو ما تبقى منه وحكا لهم قصة طويلة عريضة كذا وبطريقة ما استخلص الفاكهة منه وقال لهم سلام عليكم اخذوها وحكومة العالم حصلت على الفاكهة وبعدين روجر قال لازم نرجعها فوضى فوضى والله ما أدري نقراتها ولا واحد كتبها في الشيات من يقدر أفتكر صراحة خافنا حلم يا بوجود لا لا ممكن والله والله جايز ترى حلامي غريبة لا خلاص من الحين هبت والله ما أقدر أفتكر بس لا لا ما أعتقد أنه حلم لو حلم كان عرفت أنه حلم لأني أقدر أميز هو الصدق هو الصدق ذا شيء مرفوض أصلا لأنهم بنفسهم قالوا أنها كانت الفاكهة تهرب مننا وليش غيرنا اسمها من ثمانمائة سنة لا ما عليك بجود حاول حاول لا لا بغض النظر يعني أنه حوار روجر في لفتيل كان عجيب صراحة عجيب ردة فعلهم عجيبة ما أنت داري هم قاعدين يضحكوا هل هي ضحكة السعادة والحقق يعني ترى حرفيا هم وصلوا للمرحلة الأخيرة خلاص معاد في شي نسوي ولما وصلوا هناك تشفوا أنه لا لسه ما أخلص دورنا باقي باقي في شي اسمه جوي بوي لازم نشرف على خروجه أنت يا ريلي سوي كذا أنت يا فلان سوي كذا أنت يا شانك سوي كذا أنت يا الجرح النار وأنت يا الجرح النار يا صاحب الجرح النار يجمع البونقلف طيب يورك الله يا كرهي لها يا إبراهيم يا كرهي لها كريهة كريهة بعدين أودة في لها فريم بحطوا لكم بيطلع هنا يمين بالله في لها فريم يا فيها من القبح والخبث في هذا الفريم خنزير خنزير هي خنزير رسمي يا ولد يا ولد يقلع أم يا كيف وجهها وينه هذا أوه إبرا أوه إبرا لما قالت تكبتوا عنها إخباركم بخيانة الجسد الأساسي يا هذا الخبث بعدين فمها ضار وصخان أكل مدري تلطيم منتلطة متوها مديرة الخنزرة على طار التلطيم على طار التلطيم كيف مسكوها كيف جودوها كيف كبلوها في الفريم الأخير يا وادي أشياء كثيرة صارت قبل الفريم الأخير يا إبرا أشياء كثيرة هو المشكلة قبل الفريم الأخير كانت سولف عادي فجأة صارت وجهة كلها الأكمات كان مدعوس عليها هم كانوا يقولوا لها أقولي كم يا أول ما تدري لا ممكن يكون فيه تلاعب ترا في التايم لاين لا لأنه سب ترا كان ماسك لدنموشي وكان يقول يا رجي يا رجي أنا كان من جيد أي والله في التحجر ترا وف 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 لابس السموعة آه آه خلاص وتشبر هناك سولف مع فرانك في نص القتال بينحاش عارفين إنه بس يعني أهم شيء الله يفوض يا شيخ طيب ماذا توقعك الروبين وين الروبين أنا قلت أعطيت نظرية نس نظرية آت أحلامك وكذا في البث أيها تات أحلامي كنت استهبل يعني بس قلت الروبين تحب تسولف ع جمبي واجد أو ممكن متخبية ورى ظهر زوره أي وسانجي كان متجه وعيونه قلوب الورا نامي ما كان هالنامي تحسن سانجي كان يسار شوي أي والله نظرية طيبة والله العظيم شوف والله نظرية طيبة بس لو تطالع ترى مطالع في نامي كمان لا أنا أقول لك إن الأصل في نامي إن الأصل في نامي ولكن يعني جمبي مني قاعد يسولف معه بس ليش أخفاها ليش أخفاها يا أخي الله يشغل هذا الضرس الله يشغل هو الصدق إذا ما يعني تذكر كل آرك فيهم بيستلقى روبين في نهاية الأركات أو في المواقف هذه تكون رايح تقرأ شي رايح تدور شي سلام عليكم طيب تنبش يعني أوه خير هيلو هيلو تبصر تنين سماوية العجيب العجيب إنها في موضوع وهذه نقطة مهمة منسلنا نكتبها هنا ترى تأكدنا أتأكدت نظريتي ونظرية أي أن كان اللي قالها معاي اللي هو أتوقع أنت كمانا قلت نفس الشي اللي هو الماذر فيليم ما هو سلاح هو مصدر طاقة وجايبينها علشان أنت بتقدر تصنعينينا زيادة لأنه اللي عندنا خلص بتسوينا زيه خلاص تعالي اشتبي تنين سماوي شيل اشتبي كمان بس تعالي قامت قاتلهم اوكي بعد ما ضمنت كل ضماناتها قاتت هاي تعال انقذل انتو يا يا رجل ابوجود لدرجة اني ما ركزت فيها في الفصل لاني كنت بديهية ايه جازم انا جازم اظن ذكرناها ترى في بث اليونكو وكان فيه اختلف ايه اختلفنا فيها لا ولا ترى كثير اتفقوا معايا فيها ايه بس فيه هو الاصل كذا بس فيه ناس قالوا انه سلاح قد يكون سلاح ماهو سلاح والله الصح يقولك انه مو سلاح الصح هو قاله وصل مصدر مصدر طاقة يعني من البداية ماذر فليم الماذر كلمة ماذر تجي لاشياء اللي تكون مصدر الاشياء ماذر ام الطبيعة هي اللي اصدرت الطبيعة مدري اي انك منبع فعندك تعقيم لذا الجزئية هاني وانا قلت لك شفتها واضح انا ما عندي مشكلة فيها لقد اقصد يعني فكرة انه الجرسي خضعوا قالوا التنين سماو خذي التنين سماو الموضوع ذي درجة مهم لإيمو سماو راهم في نفس الوقت التنين سماو رخيص في كل الاحوال يعني يا بس انه ترى لقب يعتبر صعب جدا لا دقيق اصبر دفلمينغو ترى انشابولة ما رضي يرجعوه يا بلقب سهل انت بيقدرون فيني جاي في رأسي فضول أبيعرف وش تبي تسوي وش تبي تسوي هي وش تبي تسوي وبعدين لو صارت تنين سماوية وش خطتها حمارة هي تقول ما أنا مهتمة أنا اللي أصير تنينة سماوية حمارة ليه كذا بس تقول ما أنا مهتمة في القادمة الفارق أنا مهتمة أبي أصير حمارة أخذت أسوأ صفات فيقابانك ونحطت فيها والله العظيم والله صدق أمرها عجيب طيب ما عندنا شي كثير نقوله عنه صراحة بس أنا يعني أثار أثار دقيقة الكلام اللي قبلها وجوده وش وش كان ذكرني أقول لك أتصلت عليهم قالت له ما فاين تجي تتهاجمونه وما تهاجمونه هذا وأنا بعد ما خنت خنت فيقابانك وأخبرتكم أنه خاين وأنه بدأ يبحبش في القرن المفقود بلا 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 فقاموا قالوا لها تظلينا جزءا لا يتجزأ من فيقابانك يعني كيف نقدر نثق فيك يعني ممكن كان فيقابانك فوق رأسها ويقولها يا بنت اللذاء قولي لهم أني يمديني أصنعها مثلا وهي ما يمديها ولا فهمت ما أدري ما أدري موضوع غريب موضوع غريب ما تقدر تستشف منه شي لأنه حتى طريقة كلامها والفريمات اللي عليها تسولف وتضحك ومبتسمة صدق في بداية الفريمات رجعت لها الحين أي ترى فيه أخدوش ملكمة من البداية ملكمة أقول لك الدقدقة لأن عضت الأرض يعني أعتقد أنه هذا جاي بعد فايت أصلا فمعناها طيب ليش قالت الكلام هذا ليش ما قفلوا الخط أخيانا هل معقول أنها خطة أم لا كانوا يقدرون يقفلونها إلى الآن أسوب ماسك الدندن موشي يبوني يكلمونها لسه لسه بادي فيه سوالي مش الهدف يعني خطة من ذيقابانك خطة منهم وشي بون نسوون بعدين نامي كانت تقول اتضحت لي الصورة كاملة الآن بعدين لوفي قال لم أفهم شيئا بعدين قام يمكن استخدامها كدرع بشري على أي حال صحيح هذا يعني أننا تحت حصار هذا ما في الأمر إذن يعني كأنهم سمعوا المكالمة كاملة فاهم ايه وهنا الكلام بس هلهم سمعوا الكلام علشان يفهمونها طيب من ديها تسكت هي وبس كيف أقنعوها تتكلم أخي بعيدة عن شيء بالتلكيم سفلوا في والديها لا بس إنها قالت أهدافها الحقيقية قالت أنا بصرتين سماوي وهذا اللي إحنا عارفينه ما كذبت ما قالت شيء من كيسة طيب هي قالتها فيقامان قبر شيء كنسي أيها يعني هي خلاص أنت قصدك أنه أنت قصدك أنه كل كلمة طلعت من فمها ملقنة بالملي ما في شيء من كيسة أنا أقول هل معقول كذا لأن فيقامان كيدري عن أهدافها الحين قال طيب ليش تسيرين تبين تسيرين حتالة مثلهم قاعد يقولها يا أحمارة أفهمي بس المين براضية تفهم هي فهمت بالبداية وعارفوا عارفوا اشتبه هي يوم قابرت فيقابانك في البداية يوم قالت أريدوني أصبح تنينة سماوية يعني أعطت كل ما في قلبها الفيقابانك أرص كبتها يعني هذا هدف يا بصير تنين سماوي بعدين المشهد ذاك تبع الدندنموش الأسود اللي موجود عند عند كيسر وكان قاعد يتنصت ولا قاعد يسمع المكالمة لأنه مسموح له يتتنصت لا لا هذا اش اسمه هذا نفس اللي كان عنده نفس الترم في موقف صار شبيه له في شابوندي ارخبيل شابوندي في شابوندي كان يكلم سنتمارو بالأسود طلع اده من ذاك كان يكلمه بالأسود الأسود طبعا هو يقدر يتجسس وغير قابل للتجسس شونا غير انت ذا استخدمت دندنموش أسود ما حد يقدر يتجسس على المكالمة ايه بس انها خاص المقصد هذا اللي فهمناه يعني من الفصل انه هو خاص الأسود مرة خاص يكون مثلا بين أدمرال وغيروسي يكون انا اقصد الجيش الثوري كانوا يستخدموا دندنموش أسود في تواصلاتهم ايه علشان لا حد يتصنت عليهم ايه فيه الدندنموش نوعين اللي ذكرها سابو قال سابو اني ما قدرت اتكلم معكم بصراحة لانها مم مشوش مم مشوش ايه نفس سالفة يوم اكتشفوا سابو يبي يتكلم وحددوا من كان في الولوشية نفس سالفة البيقموم يوم كانت تتكلم كايدو وكانت تعلن حرب كانوا يقولون ليش ما استخدموا وكانهم يبون يعلمون ان نبون نعرف ايه بس انا قلت لك انه صار موقف شبيه انه طلع طلع دندنموشي مختلف عن دندنموشي ثاني اسواقة هي من كزارو طيب نرجع للابوني بوني وش الشي اللي بيخليها تنسى كل شي خلاص اتفق مع فيقابانك اخر فريم شفنا بومي بومي بوني مبسوطة وخلاص كانها يعني نسيت كل قلة الحياة اللي صارت كانها يعني انت لو طلع في الفريم الاخير ايه اخر فريم شوف بوني ايه مستانسة مش مستانسة يعني ما عندها مشكلة مع فيقابانك يعني فيقابانك مع انه فيقابانك من داق داق ملطم بس عادي و لما تتكلم عن بوني يعني تتكلم عن واحدة يعني كانت مستعدة تبذل الغالي والنفيس مقابل انها تعرف ايش صارف ابوها وقالت لفيقابانك اذا ما بررتلي ممكن اقضي عليك يعني اذا ما عطيتني يعني شي يقنعني او يرضيني بالنسبة لي على يعني اجزاء يعني تخيل تشوف فيقابانك مكسر مجلود كده كده واضح انه بريء يعني وعطاك اياه من الاخير فهمت انه هذه قلبت عليه واسجنته فهو الان بريء رسمي انه ممع الحكومة متخاذل او فهمت خلاص الحين من ساحبه ايه هذا شي ثاني او انها بما انها هي قالت اه بكمل الفلاش باك اللي تخلص فيه مع كوما انها شافت نقطة مو بالصفر عكس الصفر النقطة النهائية وقالت اوكي معذور ايه نهاية شافت وصار بينه وبين فيقابان قبل ما يخلصون الموضوع وفهمت وش المقصد يعني او وصلت لدرجة انها ما تقدر فخلاص انا بمشي بسه مشي اني يرجع ابوي بعيدا عن كوما نفسه صحيح موضوع كوما نفسه مضيق صدري ما ادريش يبقى اودا يرجع مريج سالفت سالفة تسوخ والله سالفة تسالفت انا قد حكيتك حكيتلك اياها في الفيديو اللي طلعنا فيها وانت مع بعض اللي صورنا وطلعنا فيه بث كمان انه كوما وجود وجود ذاكرته ذكرياته هو وجوده في الغرفة هذيك ترا هي وجوده يعني حتى تتكلم فيها طبيب عصاب بريطاني يوالله اني ناسي اسمه كان يتكلم انه الشخص انت يا ابراهيم انت يا ابرا انت يا وجيه انت ذكرياتك لو شرنا ذكريات هذي منك وزرعناها في رأس شخص ما عنده ذكريات انت بتصير هناك هذا انت هي اللي تمييزه احس انه اوده حاط حاجة زي كذها ممكن ايش يرجع لنا بطريقة ثانية في جسد ثانية جسد آخر انه حرام يااخي انتهي قوما زي كذا احس انه يعني بتكون يعني احس انه من اكثر الشخصيات النبيلة في عالم ون بيس فاهب خاصي منها والله يعني ما تكلم عن النبلاء اللي هو المكانة الاجتماعية نبيل نبيل النفس هذا قليك نبلاء منصب فقط نتكلم عن المكانة الاجتماعية اوكي ايش عندك اشياء كمانت بتعقب عليها يا ابراء انا ما اودي بتاع موضوع ان حسبت شاعب مثل الموضوع يا رجل اني اسلوبي دخلنا في سالفة عادي عادي يا عمي عادي وعلى سالة بسي اسلوب اتراجع في الفصول هنا بشوف اذا فيه نقطة معينة نقدر نرجع لها ايوه بوني ما بنروح بعيد بوني ايوه قال اوه ابنة كومة لم نعد بحاجة اليها لكن بما انها مجرد طفلة صغيرة اخلوها هنا عرفت اللي انا في البث في الرياكشن بغيت اقذف يعني ايش بومو دا ما نفاهم قبل شوية يقول اي واحد خرج من الاقهيد اقتلوه اغرقوه وهذه لا اخلوها تدريش فكرت انا بعيدا عن كلام الناس انه ممكن يكون خاينة بعيدا عن كلام هذا جاء مشهد في راسي كذا نفس مشاهد كلي تجيك انه اذا شاف بوني عرفت اللي عيونة بتصير قلوب كذا بيشوف اسوأ شايف في تاريخ العمار اتخرفا لا مستحيل لا بس هو لم نعد بحاجة اليها ولكنها صغيرة خلوها هل كان في حاجة يعني لها ايه و هي بنت كومة في النهاية يعني ممكن يكون الوسيط بينهم كومة بس لم نعد بحاجة إليها الشي ثاني بس بما أنها فتاة صغيرة تركوها بس في فكرة ثانية ترى في فكرة ثانية قديمة بس ما أشوف أنها واقعية في الوقت الحالي أنها كانت تقصر عمر الشيبان أوكي كانت هذه وظيفتها يعني كان مستغلينها أو مثلا في أحد ثاني يعني صغروا جسد أحد ثاني أو كبروه استفادوا منه و خلاص لأن ترى حتى في آخر شيء آخر شيء نهار استخدمت على جماعت استخدمت على الباب حق كومة و كسرته بسبب العمر غيرت في عمقه شوية آي أنا كبرته لنت فتته سلاح مثلا شيء آه لكن لا تستغرب والله جائز آي والله جائز والله والله الحوار معك إبرة ممتع صراحة وشيق و أحس أنه لو جلسنا نسولف من الحين الليلة الفجر ما بنحس بالوقت و ترى سبق و صارت يا أخوان مرة من المرات قلت لأبراهيم بلليه تعال ديسكورد عندي لك سالفة كذا بسولف فيها وقتها كنت دوبني داخل المانقة الساعة كانت وقت 11 فجأة صارت ثلاثة في الليل أنا ماني مصدق وهو مو مصدق بس أنه كان الشيء الوحيد اللي خلنا نصدق مدة المكالمة متى بدأت و متى انتهت هذي بدون بث لا لا ايوه كذا مكالمة خاصة ترى كانت قديم سولف في واحدة ثانية بث اللي خلصنا خلصنا الساعة السبع مدري ثمان في رمضان يا رطيس في رمضان في رمضان ما ندري إلا خلصت المور كلها أيام أيام والله أيام جميلة يا أخي أيام بدايتي تعرف اللحظات ذيك اللي بدأت تعمق فيها فومبيس حلو الرحلة اللحظات اللي بدأت تعمق فيها كانت جميلة يا أخي هي الرحلة كلام توقع الشيء اللي كان يجمل الأشياء ذي في عالم وومبيس عكس الناس اللي كانوا يجرعوها يا الله بالملعقة وانا لا قاعد أكل معلومات معلومات فكانت اللحظات جميلة صراحة الحين هو عدنا إلى ما كنا إليه أنا وانت واحد أنا وانت واحد هو هنا العظمة والله وجود الرحلة رحلة وومبيس شف أنا أقولك إياها بدون مجاملة زين إذا بردت بالأعمال كرحلة يعني وومبيس الأول حظيا بعدك هنا كنن؟ قاعد تمشي معاهم بس الفرق بينك وبينهم من أنت قاعد يعيش اللحظات اللي قاعد يعيشوها وهم قاعدين يغامروا بالنياب عنك ويقاتلوا بالنياب عنك ويجيوا الليلة يا سلام عليك شفت الأخ ذي على هنتر وومبيس بس معها منك بإذن الله والله بإذن الله عاد أنا والله أثق في براء يا أخوان لأنه إبراء وعدني وعد قبل ما أدخل المانجا قل لي أوعدك إذا دخلت مانجا وومبيس إذا ما عجبتك ولا تحمست ولا انبسط أحذف قناتي في تويتش أحذف قناتي في يوتيوب أو قلت لي أعطيك إياها ألا أحط تحدي بيخرب بيخرب كل شغل السنين اللي سواه مقابل رأيي فأنا أثق فيك صراحة وغير كده الهايب ترى كبيرة على كونن لأنه إلى الآن ما سمعت أحد شتم في كونن يعني ممكن الشتيمة حتى مو شتيمة يعني ممكن السلبية الوحيدة اللي ممكن يقولونها سلبية الكل يعرفها يعني أنه كونن دائما يتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب بس الله أعطيك العافي والله يبرى نورتنا وآنستنا وإن شاء الله أنه كان الحوار خفيف لطيف بالنسبة لك وبالنسبة لي أنا مستمتع ولا أدري كم مر من الوقت صراحة ولكن يبدو أننا برضو ضعنا ولا أدري كم مر وقت السوالي في فومبيس أمرها عجيب السوالي في أمرها عجيب الله أعطيك العافي يبرى والله نورت وآناست المرة الثانية وبدنا لماهي المرة الأخيرة أكيد وننتظر نشوف الانطباع بتنزل الانطباع للفصل في قناتك إن شاء الله حلو نصر نشوف الانطباع في قناتك بإن الله الله أعطيكم العافي يا جماعة لا تنسوا تشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وتدعموا الفيديو لايك مات الله أعطيكم العافي يا جماعة لأنه نقوم صلنا نهاية الفيديو لايك الفيديو اللي أعجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات وقناتي أو قنات قنواتي وحساباتي وحسابات إبرا شانكس راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف الله أعطيكم العافي كان معاكم الوجيه وإبرا شانكس شوفكم في الفيديو القادم